تشهد العلاقات الاقتصادية بين السعودية وتايلاند في الفترة الأخيرة حراكاً غير مسبوق في مختلف القطاعات الاستثمارية وذلك بعد تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين للوصول بالعلاقات إلى مرحلة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية والتي ساهمت بدورها في تسارع وتيرة التكامل الاقتصادية ما أدى إلى رفع حجم التبادل التجاري بمقدار 29% في عام 2021 مقارنة بعام 2020 ليصل حجم التجارة بين البلدين في العام 2021 لما قيمته 7 مليارات و100 مليون دولار أميركي بفائض لصالح السعودية في سجل الميزان التجارية مجالات التكامل الاقتصادي أخذت منحناً جديداً بعد عودة العلاقات بين بانكوك والرياضة حيث تحتل السعودية المرتبة الرابع عشر في قائمة الشركاء التجاريين لواردات تايلند من العالم بقيمة تتجاوز 5 مليارات و800 مليون دولار أميركية والمرتبة التاسعة والعشرين في قائمة الشركاء التجاريين لصادرات تايلند إلى العالم بقيمة مليار و600 مليون دولار أميركية وفي تطور متسارع توجت الرياض وبانكوك علاقاتهم الاقتصادية بتأسيس مجلس أعمال سعودي تايلندي لتوسيع نطاق التعاون بينهما في مختلف المجالات الحيوية بما في ذلك في قطاعات الطاقة النووية والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وفي ظل مساعد دولتين لدعم استقرار أسواق البترول العالمية وضمان إمدادات جميع مصادر الطاقة اتفق الجانبان على اتخاذ تايلند مقرا لتخزين النفط وتصديره إلى دول منطقتين شرق آسيا وجنوبها الشرقية حيث تعد السعودية شريكا رئيسيا في مجال الطاقة لتايلند خصوصا في إمدادات النفط الخام أما في مجال الزراعة فعمل البلدان على تسهيل تجارة المحاصيل الأساسية وخاصة الأرز فضلا عن رغبة السعودية في تصدير التمور للأسواق التايلندية وتعزيز التعاون مع الجانب التايلندي في مجال الاستزراع السمكي ومنتجات الدواج بالإضافة إلى إطلاق مشروعات وشراكات في مختلف القطاعات بين البلدين وتسهيل التنقل والسفر لأغراض التجارة والسياحة والاستشفاء لمواطني البلدين واستكشاف مجالات الاستثمار والفرص المتاحة والمشاريع الكبرى المرتبطة برؤية السعودية 2030